بإطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحشد تأييد ودعم دولي ضد إيران بهدف اتخاذ مواقف أكثر صرامة إذا ما تعتبره واشنطن سياسات هدامة وتدخلات مرفوضة في العديد من القضايا الخارجية لا سيما الإقليمية دعت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي زملائها سفراء الدول الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي للتوجه الاثنين المقبل إلى واشنطن لمعينة حطام صاروخ موجود داخل مستودع قاعدة عسكرية في واشنطن يشتبه في أن إيران أرسلته إلى المتمردين الحوثيين في اليمن وفق ما أعلن دبلوماسيون على أن يتخلل تلك الزيارة اجتماع يعقده سفراء مجلس الأمن في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيلي التي تنشط بشكل ملحوظ في الأوينة الأخيرة للعمل على إقناع مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة ضد إيران الأمر الذي من المرجح أن يصطدم بفيتو روسي في مجلس الأمن حيث تعتبر موسكو من الحلفاء المقربين لطهران الإجراء الأمريكي الأخير الذي تحاول واشنطن من خلاله إظهار مدى خرق طهران للقرارات الدولية واستهتارها بها قوبل بموقف تصعيدي من قبل طهران المتحدث باسم لجنة الموازنة في مجلس الشورى البرلمان الإيراني علي أصغر يوسف نجاد أعلن أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنائي أوصى بتخصيص 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري وذلك من إجمال مبلغ 4 مليارات دولار تم سحبها من صندوق التنمية الوطنية في ميزانية العام الإيراني المقبل والذي يبدأ في 21 مارس آذار وفق التقويم الفارسي وتأتي هذه الزيادة على الإنفاق العسكري في وقت تعلو فيه أصوات العديدة من مسؤولي دول الإقليمية مطالبة بوضع حد لتدخلات الإيرانية الهدامة في معظم الملفات الإقليمية حسب وصفهم